في يوم مع جدتي وانا صغيرة وبنقي الرز بعد ما خلصنا رحت اجيب المقاشة والجروف علشان اكمس الرز اللي وقع قالت لي انت بتعملي ايه قلت لها ابدا اكمس الرز اللي وقع فرحت قلت لي لا لميهم ايه قلت لي لا دو شوية رز قالت لي لا صوني النعمة تصونك يمكن شوية الرز دول يعملوا معلقة يكلهم واحد ويقول انا خلاص كده شبعت وتكون اخر معلقة يكلها ايه انا بعتبر الدرس ده من اعظم الدروس اللي انا تعلمتها من جدتي نصوني النعمة عشان النعمة تصنى عشان تفضل في حياتنا عشان تفضل موجودة نصوني النعمة علشان تصنى علشان تفضل موجودة في حياتنا عشان ما تفرقناش عشان ما تسبناش والنعمة حاجات كتيرة قوي الصحة الفلوس حتى ولو قليلة الوظيفة حتى لو ما بنحبهاش بشوف ستات كتيرة عندها زوج كويس مفيش بني قدم كامل بس خوف مجمله كويس ومع ذلك بتبقى جاهدة بتبقى مهمتها في الحياة انها تنغس عشته وبيبقى فيه مثلا ازواج عندهم زوجات رائعات ويمكن مش اجمل ستة في الدنيا يمكن مش اشتر ستة في الدنيا ولكن كويسة قوي معاه ومع ذلك يبقى جاحد فيه ناس مثلا عندها اولاد بس مش طيناهم مش بتربيهم مش بتعلمهم مش بتحسن لهم حياتهم مش بيملوهم ثقة فيه مثلا حمى تبقى فيه مثلا عندها مراد ابنها ستة كويسة ومعقولة كويسة ومع ذلك برضو تنغس عيشتها يبقى فيه عندنا حاجات في البيت اجهزة عفش حاجات في البيت ونهملها ونبوزها ونخربها نبقى مثلا في الشارع او ركبين اوتوبيس وفيه حاجة ملكية عامة للكل ونبوزها ونتلفها مظاهر عدم سيانة النعمة ان احنا ما بنصنش النعمة اللي عندنا اللي في حياتنا كتير قوي والامثلة كتير قوي ولو كل واحد فينا قاعد كده وفكر ايه النعم اللي موجودة في حياته وبيصنها ازاي او بيصنها او ما بيصنهاش اصلا اعتقد ان عينينا هتتفتح على حاجات كتير قوي جدتي علمتني ان انا لو وقعت حباية روز ألمها ومرميهاش في الزبالة وده دايني درس بحاول بحاول اطبقه في كل حاجة في حياتي ان لو فيه بني ادم كويس في حياتي ان لو فيه حاجة كويسة في حياتي حاجة مادية شيء مادي اهتم بيه وصونه ورعيه وده خلاني فكرت في الحكاية دي لما سمعت عن ماري كوندو واحدة ستة يابانية يعني ستة بتروح تنظم البيوت للناس وترتبها وتساعدهم انهم يخلوا بيئة البيت بتاعهم حلوة الكتاب بتاعها بيعتمد على فكرة اساسية هي ان لو الحاجة في حياتك بتديك جوي بتديك بهجة بتحبها خليها لو بطلت تديك البهجة دي عندهم حاجة زريفة قوي ان هي تشكر الحاجة دي سي مثلا جاكت خلاص لبستو كتير زهقت منو دا موتو بطلت ما عادش بيديني البهجة اللي كنت بحس بيها مرميهوش ما اقولش اروح اوديش احاتو حتى كلمة يعني ولكن بتمسك الحاجة وتقول لها شكرا ولكن بتمسك الشيء ده وتقول له شكرا شكرا على انك سترتني ولبستك واستمتعت بيك وادخلت البهجة على حياتي لكن دلوقتي خلاص يعني تروح بقى لحال سبيلك وتشوف حالك مع حد تاني او في حتة تانية المفهوم بتاع النعمة في حياتنا مفهوم حلو قوي لما بفكر فيه بحس ان قلبي منشرح ولما بفكر فيه وحاول يعني وانت عد ونعمة الله لا تحصوها نعمة واحدة بس عشان نعدها ونعد فويدها ونعد الحاجات الحلوة اللي بتعملها لنا في حياتنا مش هنقدر نحصيها فلما بدخل في المود بتاع ان انا اكون شاكرة للنعمة اللي في حياتي قد ايه بحس بالهدوء وبالسكينة وبحس يا الحمد لله الحمد لله ان انا عندي اكل مش مهم كتير قليل انواعه ايه غالي رخيص بس الحمد لله انا فيه اكل الحمد لله ان انا عندي اولاد وخليني افكر طب ازاي قصون النعمة دي ازاي اتعامل معاهم ازاي اديكم كل قلبي كل طقتي كل حبي لما يبقى عندي شغل انا بزعل جدا من الناس اللي تقولك الوظيفة ومش عارف ايه وعارف الوظيفة ومش عارف الوظيفة يعني ما تفكر في الناس اللي عاطلة اللي مش لقيا شغل اللي معندهاش الفرصة اللي عندك روح شغلك بكرة كده بنظرة تانية وبنظور تاني ان الشغل المقرف اللي انت فيه ده نعمة من عند ربنا ان فيه مثلا واحدة تروح عند صديقتها وتلاقي بيتها احلى من بيتها وترجع البيت ارفانة ومش طيقة وتبص للبيت خلاص انا مش طيقة مش ممكن هافضل عايشة في الفقرة ده لغاية امتى هافضل عايشة في البيت الوحش ده لغاية امتى لو فكرت ان البيت ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى هتلاقيها بتفكر تعمل كل حاجة انها تحسن البيت ده وتجمله وتخليه حلو وتخليه مريح كان فيه واحد من زماي البابا روحت معاه وانا صغيرة والشقة كانت فقيرة يعني انا وانا صغيرة حسيت ان انا دخل البيت ان ده بيت فقير الحيطان عليها دهان قديم العفش قديم ولكن كانت كل حاجة مضيفة انا فكرة لغاية النار ده ممكن كان عندي عشر سنين ومع ذلك حسيت قد ايه ان انا منشرحة وانا دخل البيت ده مكانش مكركب مكانش فيه حاجة زيادة كل حاجة في مكانها وانا فكرة الادان قدن علينا وبابا وعمه ده هيصلوا وقلت ادخل اتوضى عشان هنصلي وراهم ودخلت وبليت الحمام غرقت الحمام فدخلت تانت مراته وقالت لي ايه ده انتي غرقتي الحمام كده ليه وراحت جاري جابت فوتا عشان تنشف الحمام اللي هو كان فقير اللي هو كان بلاط مش سيراميك الحود قديم الحنفية قديمة كل حاجة قديمة بس مضيفة وجميلة وحسيت الست دي قد ايه يعني انها بسيطة وكل حاجة ولكن يعني مقدرة بيتها البسيط ده وحبة بيتها البسيط ده وبتنتهز كل فرصة انها تحسنه وانها تزبطه وانها تعدله وتعمله يمكن انا في ساعتها ما حسيتش بالموقف بالشكل اللي انا حسايا دلوقتي فكل ما بفتكر مواقف معينة واربطها بكلمة جدتي سوني النعمة تسونك بحس قدي ايه الناس اللي كانت بتطبق ده في حياتها كانت حياتها سعيدة وحياتها مرتاحة وحياتها مبسوطة والناس اللي ما بتقدرش النعمة اللي في حياتها بتفضل حياتهم تعيسة وزعلانين ومتدايقين وفي كرب وفي حزن وقلبهم كده مش منشرح مش منشرح اتعلمت من جدتي ان سوني النعمة تسونك تسونك